كمان في خبر فرحنا كتير الاتحادات المصرية او الاتحادات عمتا هدفها الاساسي ونشر اللعبة الحقيقة احنا في خبر عن الريشة الطائرة الاتحاد الريشة الطائرة بصدد ان هو يفتح منطقة جديدة في السويس كل التحية الاتحاد الريشة طيب على فكرة الاتحاد الريشة احنا يعني تصنفنا جاي جدا على مستوى العالم وكمان كان ما عندوش غير منطقة واحدة هي منطقة بني سويف بدأ يبقى فيه عندها كتير تخش من السويس زي مركز شباب الاربعين مركز شباب عرب المعمل مركز شباب سليم الحي مركز شباب التوفيق ونادي منتخب السويس الاندية دي دخلت اللعبة عندها اصبحت السويس ليها تقل في اللعبة دي الاتحاد فورا راح عمل منطقة هناك بقت منطقة بني سويف منطقة السويس كل التحية وشابوه طبعا لاتحاد الريشة الطائرة لان الاساس وهتلاقوا دايما كده في قانون الرياضة او اي لايحة داخلها اي اتحاد هدفه الاساسي هو نشر اللعبة ده نموذج للريشة الطائرة انه عمل كده ونشر اللعبة وعمل منطقة جديدة نتمنى ان شاء الله الرياضة كل المصيني مرسوا الرياضة تحت مظلة الاتحادات بنبريك لهم على كده وبكده الحقيقة هيتم اخلصنا اخبارنا المحلية